السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير المكان ده جماعة لازم يكون موجود عندنا في كل بيت تعالوا مع بعض وخليكم معي لاخر الفيديو شوفوا انا غردي من المكان ده هيكون ايه وهيكون شكله عامل ازاي يلا مع بعض نبدأ حلقتنا وشوفوا انا هعمل ايه اول حاجة عملتها علقت الزينة دي كده على السطارة كنت جايبة بصراحة نور وكنت هعمله كده سطارة كده من النور جانا خديتها من ورايا وعلقتها في القدى بتاعتها وكانت مشكلة بس يلا مش مهم وكمان كنت جايبة عقد كبير زينة كده نور برضو كان الهلال والنجمة وكان عجبني قوي من الجولة اللي انا عملتها في وسط البلد اللي انا قلتلكو عليها ومش لقياه خالص مش عارفة هو راح فين قلبت الدنيا برضو مش لقياه المهم القماش ده بقى كان باقي من القماش خيمية كان باقي من الانتري زي اللي ما شوفش الحلقة يلاقي موجودة اللي احنا قلبنا بيتنا كله بقى ايه زينة رمضان كده وعملنا خيمة رمضان فقصيته كده انا اللي قصيته جماعة وعملته كده زي ما احنا شايفين وشوفوا بقى هنعمل اي تاني احمد كان بيساعدني بيحب هو كده اوي بصوا بقى الركن ده انا خصصته هخليه للصلاة للصلاة في رمضان هو اصلا احنا منصلي فيه بس يعني ايه يعني احط باريك رمضان كده اخلي روح رمضان موجودة فيه والمصليات دي برضو كانت جديدة كانت جايلي من السعودية فانا كنت شايلها وقلت ايه هزبطة كده واعمل المكان ده كان في دماغي يعني ان انا احتفل برمضان واعمل الحاجات الجامدة دي زي ما انتم شايفين كده اول حاجة حطيت الزينة وحطيت ومشت الخيمية وبعدين حطيت المصليات الجديدة اهو وده برضو كنت هعمله مفرش كده كنت عامله مسلس وبعدين ايه معجبنيش شكله فعملته الشكل ده اقولولي ايه رأيكم المصاحف بقى كنت عايز اعملها حاجة معينة بس ما نفعيتش عشان لازم يسندوا على حاجة قدامه فعملت كده اهو جبت المصاحف بقى وزبطتها واحمد جماعة كان بيساعدني وجاب الفانوس وحطه وجاب برضو طمر وحاجات اذا ما احنا هنشوف دلوقتي انا عايز اقولكو برضو على حاجة ان العبرة مش في رمضان ان احنا بالزينة وكده مش لازم زينة او حاجة بس بعمل كده علشان لازم نفهم ولادنا ان شهر رمضان غير اي شهر خالص لازم العبادة فيه تكون مختلفة وقراءة الكرآن وذكر ربنا لازم نغتنمه وان احنا ناخد حسناك كتير بقراءة الكرآن وذكر ربنا بس يكون بقى بروح تانية كده وبشكل تاني يفرح لو عندك تفلة او اطفال او حاجة زي كده فحبيت ان انا افرحهم كده واشجعهم يعني شايفة ان الحاجات دي بتشجعهم وايه بقى احنا في رمضان وشايفين المصاحف محطونة وكده يا جماعة انا عملت مصلى لرمضان علشان انا اصلي في المسجد العشة بس والترويح يعني بس يطول النهار بنصلي هنا في البيت زي ما احنا شايفين كده قلبت المكان لمكان مصلى رمضاني قلولي ايه رأيكم ايه رأيكم في الفكرة الحلوة دي ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تدعموني باللايك اهم حاجة يجب احطوا لايك عشان هيفرق معايا كتير وتحطوا لي قلبس غنون كده عشان عايز عارف الناس اللي بتتابعني بحبوكوا جدا وانتظروا مني احدث الترندات واحدث الجولات انا مقصرة معاكوا بقى في الجولات في رمضان عشان انتوا عارفين رمضان الوقت قليل وديق عشان كده ما بعرفش اخرج بحبوكوا جدا مع السلام